السلام عليكم بنا تمنى الله تكونوا باخر والاخر في احسن الاحوال ان شاء الله كيف عاملي مع سيدنا رمضان ان شاء الله تكونوا كدوز ونهار ديركم على خير اه اليوم اغنشارك معكم الطمار معمر اه هنا غادي نستعمل اه باداموند اولا عقدة للوس اما تعدلوها بيدكم واما تشريوها جهزة كيبقى الاختيار لكم اه هنا عندي الطمار اه مجهول اللي تكون الحبة ديالو كبيرة باش كيجي في في المنظر ديالو اه مزيون وحتف الخدمة ديالو كدشي سهله اهنا ينقيتو من ديك الاول حاجة بعدها مسحتو بماء الظهر وعاد حيتلو ديك العطام من داخل وصافي هيدا وجدتو قبل باش كيجيني سهل في الخدمة انا عندي المكسارات اللي غادي نعمر به المكسارات كتستعملو ديك الشي اللي بغيتو انتوما واللي كتاكلوه اللي كيجبكم مشي ضروري شي حاجة معينة اولاد شي هذا اللي كنوريكم انا اه كيف قلقكم اه هنا غاستعملو المكسارات اه 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 هنا يا البنات انا غادي نستعمل غير هاد المكسارات ما غاستعمل شي اه اه هادك النوع اللي كيجي اه اه مغلف بالشوكولة علاش? حنا دبا مع الصيام ما غديش نقدروا ناكلوا شوكولة في الفطور. يعني هذا ما غتنزله في الفطور غتتاكل مثلا وحدة ولا يا صراحة وحدة كتكون عامرة مع ديك المكسرات. صافيك كتشبع مع هذا التمر تبارك الله كبير. وحدة تبارك الله كتشبع. يعني في حلك ليت ثلاثة ولا اربعة عاديين ديالت مرة عاديين. انا فضلت انني نعمل غير هادا غير المكسرات باش الانسان كيقدر يكلهم في الفطور. اما اللي عملتهم بالشوكولة ما غتقدرش يتاكلهم في الفطور. وكتكون يعني الماكلة منزله في الطابلة وديك شي ما يمكن شي تاكلهم. على لغ هادوك انا نفضلون في المناسبات مثلا. في شي مناسبات مش كي يجي في حل شي حلوة ولا شي حلوة هيدا. يعني حلوة بزف. اه هنا باداموند انا مستعمل شي بزف. مستعملت شي في يعني في التمر يلي كامل. غير في بعض يعني شي وحدين وصافي. المهم اه هنا كيف كتشوفوا. عندي باداموند متلا حد حري بلات هيدا صغيرين على حسب التمر اللي عندي. وهيدا بسطون بيدي شويش باش يجيوني على حسب الفورمة. ماشي كنعمر نداخل. لأ هادا حدب نداخل تقدروا تعملو مثلا لوزا ولا غرقاعة. نداخل شي جوش حبت. وديك باداموند كتعملوها من فوقي. كيف كتشوفو يجيوني من الفوق وهديك اه تماراك كتبقى شابرة لفورم ديالا يعني ما ما كتتعوش شي ولا كتتجمع بلاكس كتبقى شابرة لفورم ديالا. وصافي كيبقى لاتشكل هادا. وعاد بعد هندن غادي نديكوريه. مهم هنا غادي نكمل هاد العملية هيدا. غادي نعملو حد الحبات قريبا مهم. شحال ما 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 بغيتو. انا نعملو ستة والثمانية ولا عشرة ما عرفتش حد الحبات غادي نخرج هنايا. وغادي ندوز عاود نكمل مراحل يعني المكسرات اللي بقينا عندي. اذا الشي كيبقى اختياري انتو ما شوفو شنو شنو كيعجبكم تاكلو شنو ام الديكور لي عجبكم يجيكم في بالكم. انا كان 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 يعني كان ملك شي من راسي كان شوف شي ديكور غايعجبني كان متخيل شي ديكور في دماغي. صافي وكان كان يعملو. وكيخرج مزيون. المهم غا نكمل على هاد العملية كاملة. انتم منه تجربو هالطريقة لانه صراحة سهلة. وفي نفس الوقت مزيين. وكيف قلت لكم العقدات قدروا اللوز كتشبرو. كله. كتصدقوه. كتناقيوه. كتغسله. تشافوه مزيان مزيان. ومن بعد كتحمروه في الفران. او لكتبريوه في الزيت. او من بعد كتطحنو. كتعملو القوام ديالو. كتعملو شوي جدي القرفة. شطيتو المزهر. شطيتو تزبيطة. وكتجموه كتجموه تكي ولي معلك. سوف كتقدروا تستعملو تعمرو بها تمر ديالكم. هنا الى احطو هادك اللي عدلت اللولين بهاد رقدات اللوز. اه هنا عملت لهم بيستاج من الفوق. عندي بيستاج مهرمش. وصافي بقيت كان كلا ستقوم في هاك. في ديالك البيستاج. وصافي. كيجي تديك لهم زي ونعود لهاده. في البقيستاج. صافي هنى هادي نكمل عمار معاة باكاجو بما يمي. ديالك اللي عندي هادي نعمار باوصافي. والطبلية هنا يا ما احيتش نهار كامل ميل الصقصة في الصباح تاني الليل ويا بقى ما كدبش عليكم ما كنكون كنخدم انا في الكوزينة دائما ديلانتار والسبنية الحياتي مرسقاهم ما كدبش عليكم ما كيجبنيش يانا ندخل الكوزينة والشعار الشعار يطيح في الماكلة حيث ما كتردلوش ببال فهمتوا اني دايما الواحد يدخل الكوزينة يجب معرصوا بسبنية تاي طيب ويسالي وكل شي ويخرجوا ديك الساعات يحيدا ودائما طب ليعا باش ما توصخش حويجاك باش يعني كتهز بزاف الحاجات اه صافي بقيت بيها اه قلت حتى نكمل الشغل ديالي كامل حيث هنا يطمر هو اللي كان بقى لي قلت نحيد عليا باش من يبقاش يتابعني هتا هو حيث كنت ديجا بديت التمر كنت نقيته قبل مسحته بمزهر وزوت له العطام وصافي باش يجيني ساهل في الخدمة اه هنا هو اخر حاجة عملتها في الليل هايدا قلت باش نسالي منه ومشي ندوش ومشي نرتح انا واحد شويش نقدبش عليكم حيث مع بوحدتي كان اه كان اعمل كل شي كان وجد مع الكوموند ديالنس ما كان قدرش اصافي كان عياز عمه والحمد لله انتمنى اللي فيديو ديالي يعجبوكم ونكون كان بارتاجي معاكم جي حاجة اللي وخانا عارف هات جي هذا اللي كان بارتاجيه معاكم راه كاين بزاف يوتيوب يعني كاين اشكال وانواعه وعطى الله ما يتشاف تبارك الله ولكن كل واحد كي يشارك الحاجة دياله كي وصله بالتوقع دياله بالافكار دياله كل واحده ويعني عنده عنده ما يعطيه يعني انا عارفة كاين اتمر بزاف عددخلو اليوتيوب اتجبرو بزاف ديال اتمر معمر وكيف قلت لكم كل واحده وطارقته كل واحده هذا اللي بويت نقول لكم اه نتمنى تبارتاجيه الفيديو ديالي و اه اه صراحة عيت ما نقول هاد الهادره هدي ولكن نتمنى تشجعوني اه هنايا اتمر ديالنا وجهت كيف كتشوفوه ولا تشكيل هذا اه شي حاجه اللي عادية ما مش شي مش هارجيه بزاف مهم حاولت نعمره بالفواكه اه الجافة اللي تعطينا قوة اللي تساعدنا في الدس ديالنا باش الانسان يقدر يفطر به يقدر يتسحر حتى منو معا كويز ديال حليب اه فالا نتمنى اه تعجبكم هاد الفكرة هادي و تجربوها حتى انتم ما علش اللع اه لانا كيف قلت لكم ها التمر هدا ما كتقدرش يتاكل فيه بزاف كتاكل تيك حباجوش تبارك الله كي شدو صافي كي شبعو مزيان اه على ذاك الشي انا فكرت اه نعمل هاد النوع هاد ديال التمر يعني بهاد طريقة هادي معا ما راغيب بالمكسارة و فالا وبويت الشركة معكم ربما تعجبكم ومتمنى ته ته تبارتاجوا الفيديو مع الاحباب ديالكم ومع اله اللي زامي ديالكم و الي عجبكم تعالوا لايك وتخلوا لي كومنتر مزيونين الي كي شجعوني وكي فرحوني نتلقوا فيديو ان شاء الله خلتكم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة